علاج شيب الشعر هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سلمان للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها سحرية لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج الشيب الشعر باستخدام مكونين فقط فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى قشور البطاطس فقشور البطاطس جد مفيدة وفعالة لإزالة الشيب المبكر أو الشعر الأبيض بكفاءة عالية وذلك لأنها تحتوي على مادة تعمل على صبغ أو تغطية الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا فهو له فعالية عالية في علاج مشكل الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من قشور البطاطس بمقدار قشور البطاطس لحبتين من البطاطس أو ثلاثة وأما المكون الثاني في هذه الوصفة وهو القهوة فالقهوة جد مفيدة وفعالة في إزالة الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فأيضا القهوة جد مفيدة لفروة الشعر فهي تعمل على تغذية بصيلات الشعر ومنحها اللون الغامق مما سيساعدك على إزالة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر باستخدام هذين المكونين الذين يعتبرون من المكونات المفيدة جدا في علاج الشيب الشعر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا وأيضا القهوة تعمل على علاج مشكل تقصف الشعر وتساقط الشعر وكذلك ستساعدك على تطويل الشعر إذا كنت تعانين من عدم نمو الشعر أو وقف نمو الشعر لمدة طويلة جدا وأما المقدار الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة من القهوة أو البن فستحتاجين إلى إثنين معالغ كبيرة من القهوة بعد التعرف على مكونات الوصفة الخاصة بعلاج شيب الشعر نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استعمالها وطريقة تحضيرها طريقة تحضيرها فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين إناء ثم تضعين فيه إثنين أكواب إلى ثلاثة أكواب من الماء وتضعين به قشور البطاطس ثم تقومين بوضع كذلك إثنين معالغ كبيرة من البن أو القهوة تقومين بوضع هذا الإناء على نار هادئة جدا وتتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط والاحتفاظ به في بخاخ ثم تقومين باستخدامه لعلاج شعب الشعر من الاستعمال الأول طريقة استخدام هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين برش شعرك بالكامل مع التركيز بمناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر ثم تقومين بلف شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين قبل شفطه أو غسله بالماء الفاتر تداومين على هذه الوصفة لمدة شهر بالكامل وثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة جدا وفي مدة قصيرة ستتخلصين إن شاء الله من شيب الشعر أو الشعر الأبيض باستخدام مكونين فقط وهما القهوة وقشور البطاطس فأنا أؤكد أختي الكريمة أن هذه الوصفة جد فعالة لإزالة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر فكل ما عليك هو المدومة عليها واستخدامها بشكل منتظم إلى أن تحصل على النتائج المرجوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بإلى شيب الشعر أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفسارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاج شيب الشعر هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس المال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها سحرية لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لكي نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج الشيب الشعر باستخدام مكونين فقط فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى قشور البطاطس فقشور البطاطس جد مفيدة وفعالة لإزالة الشيب المبكر أو الشعر الأبيض بكفاءة عالية وذلك لأنها تحتوي على مادة تعمل على صبغ أو تغطية الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا فهو له فعالة عالية في علاج مشكل الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من قشور البطاطس بمقدار قشور البطاطس لحبتين من البطاطس أو ثلاثة وأما المكون الثاني في هذه الوصفة وهو القهوة فالقهوة جد مفيدة وفعالة في إزالة الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فأيضا القهوة جد مفيدة لفروة الشعر فهي تعمل على تغذية بصيلات الشعر ومنحها اللون الغامق مما سيساعدك على إزالة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر باستخدام هذين المكونين الذين يعتبرون من المكونات المفيدة جدا في علاج الشيب الشعر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا وأيضا القهوة تعمل على علاج مشكل تقصف الشعر وتساقط الشعر وكذلك ستساعدك على تطويل الشعر إذا كنت تعانين من عدم نمو الشعر أو وقف نمو الشعر لمدة طويلة جدا وأما المقدار الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة من القهوة أو البن فستحتاجين إلى إثنين معالغ كبيرة من القهوة بعد التعرف على مكونات الوصفة الخاصة بعلاج شيب الشعر نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استعمالها وطريقة تحضيرها طريقة تحضيرها فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين إناء ثم تضعين فيه إثنين أكواب إلى ثلاثة أكواب من الماء وتضعين به قشور البطاطس ثم تقومين بوضع كذلك إثنين معالغ كبيرة من البن أو القهوة تقومين بوضع هذا الإناف على نار هادئة جدا وتتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط والاحتفاظ به في بخاخ ثم تقومين باستخدامه لعلاج شعب الشعر من الاستعمال الأول طريقة استخدام هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين برش شعرك بالكامل مع التركيز بمناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر ثم تقومين بلف شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين قبل شفطه أو غسله بالماء الفاتر تداومين على هذه الوصفة لمدة شهر بالكامل وثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة جدا وفي مدة قصيرة ستتخلصين إن شاء الله من شيب الشعر أو الشعر الأبيض باستخدام مكونين فقط وهما القهوة وقشور البطاطس فأنا أؤكد أختي الكريمة أن هذه الوصفة جد فحالة لإزالة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر فكل ما عليك هو المدوم عليها واستخدامها بشكل منتظم إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بإلى شيب الشعر أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرأك واستفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكن مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة